صباح الخير على حضراتكم يوم جديد وسعيد كل مليان تفائل وأمل وسعيدة النهاردة السبت الموافق 18 يونيو 2022 هيكون معنا فقرة الأخبار الخفيفة والسريعة كالعادة وبعدها هيبقى فقرة مهمة جدا عن وسائل التواصل الاجتماعي قد إيه الحقيقة؟ إن وسائل التواصل الاجتماعي لها دور كبير جدا في حياتنا خاصة على شبابنا إزاي نستفيد من استخدامات الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي نبعد إزاي عن الاستخدامات السيئة لوسائل التواصل الاجتماعي إزاي نتعامل معاها ويبقى فيها أكبر قدر ممكن من الاستفادة خاصة طبعا وإحنا مقبلين على الأجازات وشبابنا وأولادنا كلهم هيمقوا متواجدين كتير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي إزاي يتم الاستفادة منها؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله من خلال فقرتنا وهيكون معنا فيها الدكتورة مايا أحمد الأستاذ المساعد بكلية الإعلام الأهرام الرئيس السيسي نأمل أن يخرج منتدى سانت بيترسبيرج بقرارات تخفف من الأزمة العالمية أخبار مصر الرئيس السيسي نسعى لجعل مصر المركز الأول لجذب الاستثمارات في إفريقيا اليوم السابع الرئيس السيسي جائحة كورونا الحادة كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالا وموارد طائلة أما عن الأهرام وزير السياحة والأثار يتابع الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ الأهرام الأهرام إشادة روسية بالجناح المصري المشارك بمنتدى سان بيترسبيرج الاقتصادي الدولي أما عن أخبار اليوم وزير التجارة والصناعة تبحث تطورات مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمصر وتوريد 1300 عربة قطار سكة حديد اليوم السابع التموين 24 مليون طن حجم توريد القمح حتى الآن أما عن مصر اليوم سفير مصر بالولايات المتحدة يفتتح معرضا للفن المصري المعاصر الشروق وزيرة البيئة تخصيص يوم كامل للمرأة في مؤتمر تغيير المناخ أما عن الأهرام وزير الموارد المائية والري يتابع الاستعدادات ليوم المياه المقرر عقده ضمن مؤتمر المناخ الأهرام ألف مدرسة ألمانية جديدة بناء على توصية الرئيس السيسي بالتعاون مع الحكومتين المصرية والألمانية الجمهورية وزير التعليم العالي يبحث أليات التعاون العلمي مع كولومبيا أما عن أخبار مصر بدء تسليم عددا من قطع أراضي المصريين بالخارج السابق حجزها بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور الجديدة في 3 يوليو القادم اليوم السابع ماراثن الثانوية العامة وطبعا بنأمل لهم كل النجاح والتوفيق بإذن الله مديريات التعليم تعلن طوارئ استعدادا للامتحانات تهوية جديدة وجيدة ومبردات مياه أبرز استعدادات أسوان كردون أمني وسيارة إسعاف بمحيط لجان المنيل وكفر الشيخ تستقبل 21 ألفا واربعمائة واربعة وستين طالبا وأخيرا الأرصاد تقص حار على أغلب الأنحاء والعظمة بالقاهرة 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت تقص حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ولطيف على السواحل الشمالية درجة الحرارة على بعض المحافظات القاهرة العظمى 34 والصغرى 23 الإسكندرية 29-21 سهاج 37-25 أصوان 40-27 مما لا شك فيه أهمية استخدام الوسائل للتواصل الاجتماعي واعتماد الكثير من الشباب عليها في العديد من المجالات لذلك لابد من الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي لأن الاستخدام الخاطئ لها قد يعرض الفرد والمجتمع لكثير من الخسائر أيضا قد يعرض الفرد لمسألة قانونية إزاي ممكن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد إزاي ممكن نزود من الوعي الثقافي لدى شبابنا إزاي ممكن نستفيد من الإيجابيات لدى الغرب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقة نحن دوقتي مقبلين على فصل الصيف طبعا والأجازات وأكيد كتير من أولادنا وشبابنا حيكونوا موجودين بشكل كبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي إزاي نحفزوا من هما يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد ويستفيدوا منها بأقصى درجات من الاستفادة ده اللي نعرفه النهاردة من خلال لقاءنا مع دكتورة مايا أحمد الأستاذ المساعد وكلية العلامة صباح الخير يا دكتورة صباح الأنوار أحر عليكو جميعا ومبسوطة سعيدة جدا أني متواجدة معاكو النهاردة في برنامجكم من صباحة لك أهلا أنا حاسة كده مش مصرية صرف صحة؟ لا هو في كوكتيل شوية ما أنا حاسة بالشكل كده حاسة أنه في كوكتيل كده لا 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 هو كوكتيل بس الكوكتيل ده فيه مميزات أنه بيخليك مصرية إي يعني؟ مصرية على لبناني كده فأنت تحس أن أنت عند كذا كالشور كذا ثقافة أكيد طبعا شوية كده وشوية كده أهلا وهم يعني بيعتبروا من أكتر الدول العربية الشعوب بتاعتهم متقاربة ومتلحمة معها طبعا طبعا طيب شايفة كده وحامل الكلمة عن وسائل التواصل الاجتماعي شايفها إزاي حاليا يعني تقيميها تقولي عليها إيه دلوقتي؟ هو وسائل التواصل الاجتماعي حاليا أخذ طبعا حيز كبير في حياتنا الطبعية واليومية ما فيش حد بيصحى فينا إلا ما هو بيدور على الموبايل بتاعه طبعا إيه هي الماسيج اللي وصلت الفيسبوك حصل فيه إيه المواقع الاجتماعية إيه الأخبار لكن هي المشكلة سلاح زوحة الدين يا أنت تختاري المعلومة ومصدرها من مصادر متنوعة بقى وقاليك أنت بقى المعلومة لشخصك أو في مواقع تانية برضو مضللة ما بتقولش الحقيقة فالإنسان لابد أنه لما يستخدم الوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة دي بقى على وعي وعلى إدراك بها مش أي حاجة نسمعها أو حتى نشوفها نصدقها فبالتالي موقعها اليومين دول لا موقع مهم جدا لا غنى عنه في الحياة اليومية في كافة بقى الدول والمجتمعات حتلاقي وعلى المستويات يعني إحنا ما نتكلمش بقى دول يعني حتلاقي متوسط الحال اللي معه فلوس الفقير كله بيدور على ما وصل التواصل طب شايف المشاكل اللي قد يتعرض لها الفرد لما يكون مستوى الفكري مش عالي أويفة بالتالي ممكن يصدق أي معلومة ممكن يحط أي معلومة يعني هل ولا هي برضو هتبقى مدرة سواء على مستوى عالي من الثقافة أو مستوى قليل من المستقبل شايفة مين اللي بيبقى مشكلة أكتر في استخدام وسائل التواصل التمالي بشكل خاطئ بصيح حضرتك إحنا دايما بنقول إنه لازم بيبقى فيه مقدار التعليم يعني أنا أحيانا بتستوقفني إنه بيبقى مثلا واحد مش متعلم لكنه بيستخدم الوسائل دي بقول طب هو بيستخدمها إزاي أو يتواصل معها إزاي بتجدي إنه في كل مثلا وسيلة حاطت معطيات إنه حتى على الأقل يدي الأوردر للموقع ده بالصوت في التاني يبتدي ينفذ وحتى فيه ناس فيه إحدى برضو الأبليكيشن بيقول فيبتدي يكتب له فهو بالتالي خلاص حتتين دول حتى الناس متقرش ممكن يستخدموا الوسائل دي ويقعدوا بقى يتفرجوا على مثلا الفيسبوك الريل بتاع والأنستة واتفاركان اللي عاد تفرج عليه المشكلة هنا بقى في الشخص مدى قدرته على استعاب إنه ده حقيقي وده مش حقيقي ده يعني إحنا في بدايات الفلاتر اللي هي بتاعت الفنانين في الناس في الأول افتكروا إيه ده؟ ده إيه الفنانة وإيه الشكل ده؟ ده عملت مشاكل كبيرة جداً ما بين البيوت ونفسية بالضبط بقى كل زوج شايف مراته دي مش حلوة لأنه شايف الفلاتر دي مخلية بقى نجوم شكلهم قد كده أمارات فكل الزوج بتده إيه؟ يعني بيحصل له حالك كده جاب ما بينه وبين مراته تخيل لي حضرتك دول الناس على الأقل عندها وعي متعلمين تخيل لي بقى الناس اللي هي مش متعلمة أو الثقافة بتاعها هيصدق وحيجري وراء الفنان والفنانة ويشوفوا بعد كده اكتشفوا إن الموضوع ده فلاتر وغير كده كمان ده إحنا حتى يعني حتى ما جلت فلاتر دي لحظة من الزمن إحنا بنوقفها مش هي دي حياتنا ولا هي دي الضحك على طول ولا لسه عادة المغمورة على طول مع أي حد بيتحك كده يبقى خلاص هي دينيته كده خالص فهي دي إحنا بنوقف يعني بناخد لحظة وبنسجل لأنا حبيت أديكي مثال على أدفه الحاجات فما بالك بقى في موضوعات سياسية وموضوعات ثقافية وموضوعات مثلا رياضية فيه موضوعات كتيرة بتشغل بالنا في الوطن العربي وبالعالم كلنا شايفة كده دكتورة الشباب إزاي ممكن يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد لأنه هو دول أكتر ناس إحنا يعني عندنا الأمل عليهم المستعب بالضافة أن هم أكتر ناس كمان بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة يستخدموها إزاي استخدام إيجابي الاستخدام الإيجابي الأمثل أنك أنت أول ما تدخلي على أي موقع تشوفي مدى مصداقيته وتتتبعي الفولور بتاعه واللايك والشير ده بيدعم الموقع هو بيقول كلام حقيقي من عدم وأنا بتكلم بصفة عامة ما بتكلمش على الموقع لأنه دلاتي في موقع كتيرة لا ما فيش حصر ليها على مستوى الوطن العربي على مستوى العالم دلوقتي الشاب داخل يستفيد ولا داخل يعمل إيه أنا بدخل للتسلية بدخل أني أتفرج على حاجة بدخل أني أسمع أغاني بدخل على أني مثلا عايزة والله أدور على معلومة على بحث إيه الطبيعة اللي بدور عليه في حاجات كتير يعني أنا دايما بشوف أنه الشباب قادرين في وقت الأجازة ودي فرصة تبقى ليهم حلوة جدا أنهم يعملوا إيه أبسط حاجة أني أنا أدور على كورسز بتفيدني في المجال واحد مثلا بيشتغل في مجال السياحة ما يشوف أهم الشركات العالمية هل بتقدم كورسات في فترة كورونا كانت الميزة اللي قدمتها يعني للأسف ما فيش أي ميزة في فترة كورونا هي دي الميزة اللي أعملت التواصل الاجتماعي أكتر وعملت يعني ممكن التعليم أكتر فبالتالي أنا أدخل أشوف المواقع العالمية دي أقدر أخذ منها كورسات إزاي أدعم من فكري وثقافتي في تقديم ثقافة البلد السياحية والثقافية وإحنا مقبلين على مؤتمر المناخ ده حاجة حلوة أني أبتدي أروج أبتدي أصنع من المكان بتاعي محتوى جميل المشكلة أصبح في المحتوى يبقى بدلاتي أنا ممكن أخذ كورسات وظبط نفسي ووقتي عليها وأخذ شهادات بقت معترف بيها في الأول كان قبل كورونا كان صعب دي أصبح نقدر ناخد شهادات معتمدة عليها ثانياً أنت عندك مواهب في مجالات مختلفة نفترض أنا موهوبة بأنني بعرف اللغات دي مهارات على فكرة وليست معناها أني أنا شطرة أو غا دي مهارة زي مهارة الكمبيوتر وانس أني كنتي بطلتي مثلا أنا بتكلم ألماني ووتيبت ألمانيا مع الوقت تحت بالعكس أجدت بقى مهاراتي أنا نفس القصة إيه البرامج الحديثة لناس بتشتغل مثلا في الجرافيك أدخل ونزل حاجات حديثة ونقدر دلوقتي عن طريق الفيز والحاجات دي تتفايع حاجات بسيطة وتنزلي البرامج الحقيقية عندك ما بقاش فيه اللي هي البرامج الفيك اللي هي بتعود لك شهرين أو تلاتة وتتشال طب إيه تاني أنا بتكلم بقى الحاجات اللي مقدر عامين خلالها نزود ثقافتنا ندور إحنا منحب إيه يعني أنا قبل كده أنا عن نفسي عن مستوى الشخصي عاملة الصفحة بتاعتي اللي بتتكلم عن الشباب وعن الأطفال فقبل كده حد قال لي يا دكتورة عن إيه في الشباب والأطفال أنا بتكلم عن مشاكل الشباب والأطفال بس أنا بقول أن الأطفال دول هم نواة المستقبل اللي هم حيبقوا الشباب فلازم نصلح ونعدل قد ما نقدر بأطفالنا عشان ما نتعبش مع شبابنا يعني أنا دلوقتي حضرتك بنتكلم عن الشباب والأنترنت الأعظم والأخطر بكتير الأطفال إذا ما ابتدناش مع الأطفال دلوقتي إزاي حيبقى عندهم فن الإدارة وخصصة بيبقى طفل قد كده وقدر ألعب في دماغه بطريقة رشعة مع كل الوسائل اللي ممكن يتواصل بها هو لسه مش مدرك إيدا وده بقى بيبقى خطورة كهنا بقى الأب والأم إزاي بيبقى لسه طفل صغير كده وسايبين يعني ده فئ دي يفتح ليفتاحه ويبتدي ياخد بقى ثقافات مختلفة قد إيه ممكن يبقى ده وسيلة كمان إن خليه هو مبدع يعني هو ممكن أنا أقلب الموضوع أخليه يتعلم منه حاجة أخليه عنده حتة الابتكار أعملها إزاي دي بصي حضرتك في حضانات في اليابان مؤخرا ما بقاش فيه سكيلز إنهم يكتبوا ويلونوا لا لا بقى اللي هي حنسميها الصفحة الإلكترونية أو البداد مع الإلام بقوا يعلموهم مباشرة إزاي يتعاملوا مع تكنولوجيا ما بقاش فيه ولا ولا من الكلام ده هي كل حاجة لها سلبياتها وإيجابياتها أنا مع إنه الطفل يتعود إزاي يعرف يدير أموره ويعرف إزاي يستخدم التكنولوجيا بشكل إصال يعني عنده فن أو بنقدر ثقافة التكنولوجيا الحديثة حتى نقدر نقول ده مصطلح جديد أنا إزاي يعود دي ثقافة جديدة أنا إزاي يعود طفلي عليها ففي اليابان فعنا ابتدوا في الحضنات يعملوا القصص دي وابتدوا يشتغلوا عليها لكن أنا بحس إنه من عيوبة إنك إنتي كده السكيلز بتاعة الأطفال إيديه إنتي كده بتضيعيها لا حقيقي فاتوكة لي أنا بالضبط مش معهم أو في قصة لكن أنا بحكي لك على الأبديت بتاع حتى الحضنات إزاي أنا وجهه مسؤولية الأب والأم للأسف أنا حابة أقول لحضرتك إنه ما فيش حد بيقى يعني مية في المية بيقدر يتابع طفله على مدار اليوم عشان نكون وقعيين وأنا ما أقدرش ألوم الأهل الأهل عندهم التزامات أخرى في الحياة والحياة زي ما أنت شايفة الأوضاع الايه الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية بقت صعبة فأكيد الأهل عايزين يعني زي ما يقولوا يعملوا بالانس ما بين ده طيب شايفة الحل وده الحل أنا دايما بشوف إنه ما نخليش الوقت توتري للأطفال في الحاجات دي أنا بشوف إنه كمان نخصص وقت أكبر للتلفزيون التلفزيون سيفتي أكتر في المحتوى بتاعه عن السوشيال ميديا السوشيال ميديا مهما ربطنا اللي يقولك جوجل دال الأطفال اليوتيوب دال الأطفال برضو بيطلع لك محتوى ما يناسبش لعداتنا وتقاليدنا لأنه للأسف إحنا من حكوموا موضحة معاكي هل إحنا عندنا محتوى عربي لا طبعا يبقى حضرتك حتلومي الأهل ليه أنا مقدرش ألوم الأم والأب لأنه لا يوجد محتوى عربي مقدم على كافة الوطن العربي ما متكلمش على علينا هنا إزاي نبقى دين نغرس في أطفالنا إنهما لما يدخلوا يدخلوا على محتوى هل أنا ممكن أعلمهم حاجة كده إنهما يعني ينطقوا الحاجة المفيدة لهم ولا دي مش نفعه لا هو أبوستي حقول لحضرتك أولا إحنا نخصص وقت نص ساعة ساعة وده نقدر نقسمه ما بين الأم والأب بالإرشاد ما فيش حد طفل بيتعلم بالأوامر وإنما بالمتابعة زي أنا مثلا مثلا أنا قاعدة بتفرج مثلا على ساندريلا فبقول للطفل أنا قاعدة بتفرج معاه والله ساندريلا لطيفة وجميلة شايفين بتاع لا دول نفيسة ودورية شريرين وكده وابتدي أوجه بطريقة غير مباشرة وإنه الشرير في الآخر بيقع في إيه فنتيجة أعماله الخطأ فبتوصل للرسالة إنه الإنسان الطيب الكويس هو اللي حيبقى حاجة كويسة هو الإنسان النوتي الوحش وهكذا نفس القصة من خلال المتابعات اللي هي الحاجات الخاصة للأطفال أبتدي أوضح له أنا أقدر أتفرج على إيه وأقدر ما أتفرجش عليه لأ ده وحش لأ ده جميل يبتدي الطفل يعمل سكيب للحاجات اللي هو بيشوفها ويقولك لا ده وحش هو واحد وحيتعلم من خلال متابعتك وده الكلام ده لازم الأم والأب وحتى لو فيه أخ كبير يساعد فيه لدي عملية عاونية عشان نقدر نضبه طالوقت قد كده الطفل بيكون تعلم مبدئيا مع الوقت لأنه الطفل ده عامل زي قطعة الأسفنج كل يوم بيمتص حاجة جديدة وبشوف وبتعلم فمن هنا يقدر مع الوقت يتعلم إيه الصح اللي يتفرج عليه وإيه الغلط اللي يبعد عنه طب شايفاهم هما بقى دلوقتي بيشوفوا تيك توك بيشوفوا أحد بيقول حياته بتعمل إزاي يعني يقوم وبيبقى ماشي إزاي بيتكلم مع مراته إزاي رايح فين جاي منين بيعرض حياته كلها على السوشال ميديو ده الطفل ده وهو أو الشاب ده هو شايف الدنيا كده أنا ممكن أقوله إيه بعدها ما هو شايف الدنيا دي كده هو ده الطبيعي أنا رايحة أنا أقيل أنا رايحة في الحيطة الفرانية وقابلت كذا وبيتكلمني ده وبقينا بنشوف دلوقتي زوج وزوجة بيتعاملوا اليوم الكامل بتاحهم وإنت جبت لي كذا وأنا جبت كذا ويومهم بالكامل وأنا معرفش عن حقيقة يعني إيه الغرب من ده كله ده طبعا هعلمه إيه هقوله ياخد إيه من السوشال ميديو أنا حبتدي بقى من آخر السؤال أي الغرض منه أكيد بالنسبة للناس اللي هي اللي بيتروج لده فلوس ومديات يعني ده واضحة يعني فيش مشكلة لكن بالنسبة لشبابنا ده عمل نوع من الأحباط ليهم ليه تخيل أنه الحياة براند الكمباند الفلاني الساني جلاسز الفلانية الشعر العلاني هي رايحة تعمل سبا وتجميل فعمل أحباط بس لما أنت توعي الشباب تقولي له ده إيه ده شغل ده بيزنس أنا دلوقتي أفترض ممثلة لازم أعمل شعري لازم أعمل رموشي ووشي ومنخيري ولو كان أمفي فيه مشكلة فيه حزبطه ليه دي شغلانتي فبالتالي لازم الشباب يوعى أنه دي شغلانتهم فبالتالي هو حيعد يجود ويعمل أكبر قدر من المتابعين ليه عشان يكبر الصفحة بتاحته فأدي وعي آخر ليه للأطفال الأطفال أصلا لما بيتقدم المحتويات زي ده هتقولي له ببساطة جديدة أنت تحب تبقى كده تتنقشي هتلاقي الطفل بيقولك إيه يا مم هم بيعملوا كده ليه هو ليه ده عمل في بنته كده فيه عندنا أم وأب كتير يعني ومشاكل في حيث في السوشيال ميديا وترفع عليهم أضايا إزاي بيعملوا أطفالهم ما ده غلط فعليا ولما الطفل حيلاقي الكلام ده مش هيحبه مش هيحب أنه أم بتعامل ابنها بتخوفه أو بتخضه فهو نفسه حيرفض الكلام ده مفيش دوابط أنا عايزة أفهم هو أي حد يطلع يقول أي حاجة لا دوابط دي بقى مشكلة نعملها إزاي أنا نفسي بقى فيه دوابط أنا مش أي حاجة هطلع أقولها ولا أي حاجة هوصل رسالة أي إيه ممكن يبقى دوابط لحاجة زكية إزاي أحكمها يعني أنا عايزة حكم ليه ما هو حقول لحضراتك أنت دلوقتي لو إحنا قفلنا الدوابط أنت عملتي دايرة وقفلتها عليك بحيث أنه أنا أولادي أعمارهم مختلفة وأنا هو دبيتي وأنا إيه حعمل وممنوع حد يبصه ونتب طب أنت ضمننا لما يخرج يروح للمدرسة أصحابه ما يوريك لا دوابط الدوابط الحقيقية تكمن في تربيت الأسرة الأطفالة وللأسف الأسرة في حالة غياب دي مشكلة عشان كده أنا بحاول أحل مش عقد عشان كده بقول لحضراتك على الأقل يبقى فيه حاجة متوازنة ما بين الأم والأب ولو فيه أخ يتم متابعة أطفالهم ونفس القصة الأم والأب يكلموا الشباب أولادهم يعني عايزة تقولي إن إحنا كأب وأم هم اللي يبتدوا يقولوا السلبيات والإيجابيات إن إحنا أستخدم بالضبط أستخدم وسائل تواصل كمع بشكل إيجابي تمام إزاي ممكن أعلمهم إن أنا أدخل بقى أو أحببهم في الجزء دا يعني أكيد الثقافات المتقدمة أكيد برضو لها حاجات طبعا إيجابيات كتيرة جدا أعلمهم إزاي إن هم يدخلوا يأخذوا الحاجات المفيدة أحببهم إزاي في حاجة زي كده يبتدوا يدوروا عليها حتى بدل ما يدوروا على الحاجات يعني فيك أو كده فيه أبليكيشن كتير يعني جدا عملها يعني يعني أكيد إحنا مش العرب أجانب كده خاصة بالأطفال بتعلمهم الألوان بتعلمهم الرسم بتعلمهم إزاي يركبوا حاجات التفاصيل فبتقوي بالنسبة التركيز والمتابعة لديهم فده ده حاجة كويسة مش وحشة ده بالنسبة للأطفال أنا قدر أحدد أبليكيشن ووصل النات ويبتدي الطفل اللي ما عايز يقعد يقعد على الأبليكيشن دي وأبتدي يتعلم إزاي بقى إيه يرسم يلون المهارات فدي قصة نفس القصة ممكن أعمله داونلود لحاجات أنا عايزة يشوفها يتعلم منها سواء على المستوى العربي سواء على مستوى الدولي مثلا والله فيلم لطيف قصته حلوة أنا عايزة ليه معنا لازم الأب والأم يعرفوا إزاي يديروا الجزء طبعا مأتي تقدري تحكميها الدونلود عن طريق اليوتيوب سهل جدا والبرامج دي موجودة على البلاي ستور حتى تحدد الأعمار ومكتوبة إزاي طب ممكن يعمل دونلود لحاجة لا ما أنت حتفصل ساعتها حتفصل النات دا اللي تقدري تعمليه مع الأطفال لكن مع الكبار طبعا كل الحياة أعمل دون هكبار والله لا أنا بحكيلك لكن مع الكبار لا طبعا أنا بتواصل مع حضرتك دلوقتي إحنا بنحاول نشوف الصغيرين والكبار الكبار لازم التربية والتنشئة السليمة عشان هو يقدر لأنه استحالة إحنا عندنا شباب بتسافر لبرة فأنا إزاي حاجة أقوله ما تفتحش النات واجأ أقوله عقاب ليك ما فيش نت المدة ساعتين لا الكلام ده مرفوض صدقيني لأن أصبحت مخاطبة حتى الجماعات والكليات بتئمة عن طريق الانترنت فأنا بتحك على نفسي أقول أنا حقدر لا أنا يعني أنا مش عايزة يعني برضو أخلي الموضوع ياخد حاجة إنه استحالة لا إحنا بالتربية وبالتنويه والناس بتيأس إحنا مشكلتنا إن إحنا قول خلاص منفعش يبقى خلاص مش نفعش الإصرار أفضل وراء الخطس أطبعا لازم نصر ولازم بقى نعمل إحنا حاجة يعني حضرتك بتحطي الحاجات السلبية السلبية يوتيوب أنا لما بتابع التيك توك لا فيه حاجات لطيفة فيه حاجات تتكلم عن الخطف عند الأطفال فيه إشارات معينة بتنبهنا إنه الطفل ده مخطف الست لما مثلا بتم تعنفها فيه إشارات معينة يعني تلتة ربعنا ما نعرفش دوليا الإشارات دي إيه لكن عرفناها واصطقناها من التيك توك لأنه هو مدته مثلا إيه دقيقة أو دقيقتين ملحوظة مهمة بقى إنه في الغالب العام الناس ما بقاش عندها طولة بال إنها تقعد ترغي وتتكلم يعني أنا مثلا لما بنزل فيديو مدت عشر دقايق مش زي واحد دقيقتين وثلاثة وخمسة المشاهدة أعلى بكتير في واحد واثنين وثلاثة عشرة دي ما حاجتش حيزي اسمع فلازم نقدم المحتوى في كابسولة كده ما ينفعش نقعد نتكلم والنظر وما بقى لا ويبقى المحتوى مغري جميل طب دكتورة ما هي كده مش كل الاستخدام يعني الوسائل للتواصل الاجتماعي وانه مش كله سيء أكيد عايزة أقول بقى الإيجابيات يعني احنا عملين نقول سلبية كتيرة جدا لكن أجابيات الاستخدامة وسائلة تواصل الاجتماعي أهم الإيجابيات إيه؟ أهم الإيجابيات إنك أولا سرعة الحصول على المعلومة لأنه مكاتب الدنيا والعالم كلها مفتوحة عندك حتى لو كانت تلفز بسيطة أو الرموز بسيطة من زمان أنت عشان تروحي لبريطانيا تدوري على حاجة ده ولا تخط بحد كانت تاخد منك الأشور فبالنسبة لمستويانة الشخصية والأبحاث بقت عملية أكتر طبعا تطور البرامج زي الإحصاء والبرامج دي دي بتسهل من عملية كمان الأبحاث والنتائج عشان تستفيدي وده ينعكس على المحتوى اللي انت بتقدميه سواء بقى في المواد العلمية اللي بتقدميها أو المحتوى اللي بتقدميه في مختلف المجالات يعني مثلا طب صيدلة هندسة علوم ده كله بينعكس على الشباب ما هو الحاجات دي بتاعت الشباب تخصهم أيضا زي ما قلنا قبل كده مهارات اللغة بتتطور أنت تقدري تاخدي كورسو أنت قاعدة أي مهارة تقدري تكتسي بيها مدام المهارة تقدري تتعامل بيها توتلي عن طريق الكمبيوتر تقدري تاخديها مفيش أي مشكلة حتى إحنا وصلنا لمرحلة اللي إحنا زي ما بيقولوا الميتا فيرس إحنا بقينا نلبس النظارات وبقيت أنا دلوقتي أعبع معاكي أروح دلوقتي بريطانيا أنا وإنتي نكلم استوديو تاني في بريطانيا ونبقى موجودين ونشوفهم ويشوفونا الجلابس برضو اللي بتستخدميها تقدري أصبحت تنسيكي ألعاب تقدري ده قصة الألعاب دي كارثية أنا بص بكلمك وبرجع تاني ألاقي قصص تانية لازم نتكلم فيها فخلينا في الإيجابيات أنا رجع تاني لسا سلبيتها كتير هي مش سلبيت وإنما أنا بحب أقول نور ننور لأن دي مش سلبيت لأن دي ممكن نحطها محل إيجابي تبقى إيجابية وإحنا بنعملها سلبيت يعني أي حاجة السكينة نفسها ممكن أعطع فيها البطيخ ممكن أباح فيها بنيات مين فعشان كده أنا دايماً بقول لأ إحنا بنصنع السلبيت أي حتى عايز يطلع يقول معلومة سواء بقى معلومة مش عارفة وجايبها من فين موضوع مدايق وهو وعايز يتكلم فيه ففتحه برحته هو جاب بقى أدلة برحته يعني اللي هو عايزه إيه ده بالزرط ده منبر من لا منبرة له يعني كل واحد عايز يتكلم يتكلم بس أنا ما بشوفهاش معمولة كده لأ أنا بشوف إنه الناس اللي بتبالغ في الكلام وفي الموضوعات بتعمل ده لأساس مادي بحته أنا لما أطلع أقول حاجة غير الطبيعة لما نقول إيه أبو الهرغة مضعيني وفتحيني الناس كلها عايزة تبص تطير فأقوله إلي فتحنا أكيد يعني يجذب الانتباه نفس الفكرة بقى بس في موضوعات لسه بتبقى غريبة علينا ومجتمعاتنا وصقفة اللي أنا بسميها البجاحة بقى أنا ما بسميهاش بقى يعني ما فيش لا عادات ولا تقاليد ولا خجل ولا حرمانية فبالتالي الناس هتقول إيه ده ما أقول له ده بيحصل فهتبتدي تدور عليه عشان تقول إيه ده حصل ولا ما حصلش فبالتالي انت بتعملي مشاهدة بالملايين فبالتالي الشخص اللي عرض ده بيتخله فلوس بس هي دي القصة كلها لكن مفيش محتوى طب إزاي بقى خلي الشباب اللي بيتفرج على حاجة كده بتبقى إكستريم غلط خالص أو إكستريم مش هي مش ده الواقع إزاي يخليه هو يبتدي فلتر اللي هو شايفه يقول اللي هو ده بيعمل كده زي ما حالك قلت كده انه هو بيعمل عشان المكسب عشان يجيب نسبة مشاهدة عليها إزاي أعمال له فلتارة دي الفلتارة دي عن طريق بقى في حاجات نعملها مثلا على التيك توك أو حاجة ريبورت إنه الشخص ده لأ بيقدم محتوى وتبتدي تزودي قصة الريبورت دي فبالتالي هي حتتحزف لوحدها ونعمل أنا دايما بصي أنا بقول لازم نعمل البديل يعني الشخص اللي مش عاجبه كلام الأخ ده ما يبتدي يعمل حاجة الصح طب إحنا جردنا نحط الصح ولقينا إنه الناس مثلا معترض عليه جردنا نقدم محتوى حلو ولقينا الناس مش بتتبعه حطينا أغنية جميلة ألحان وكلمات راقية وكده ولقيت الناس مش بتسمعها يعني أنا مش متحيزين بس اللي خطر على بالي دلوقت عندك حسين الجسم طب ما كل أغانين ترقاعة هل هي ما بتحققش نسب مبيعات لا طب ما بتحقق بالملايين طب ما هو ده اللي أنا عايز أقوله فين المحتوى أنت بتقولي ليه اللي إيه هنقول اللي هو الإعلام الموازي طب ما هو الإعلام الموازي ده ممكن نعمله إعلام جيد جدا وعلى مستوى عالي من الثقافة والأدب والفنون والناس هتسمعه أنا بقدرش ألوم الناس لأني بقول ما فيش محتوى نعمل عليه سبط نقول ده جميل لازم نبتدي بنفسنا المسألة القانونية دي اللي إحنا نسمع عليها دي بتيجي من يعني أنا شايفة أن أي حد يدخل يقول مثلا عن موضوع موضوع سياسي ويبتدي يتكلم فيه مثلا وجهة نظر غريبة يبتدي يشرح فيها ويقول وجهة نظره اللي هو بعيد عن الواقع أي كلام بقى فين المسألة القانونية ما برجع أقول لحضرتك على حاجة دلوقتي يعني أصبح فيه مسألات قانونية وتتبع سواء بقى على أرقام التليفونات ناس مثلا حد بيكلمك بيهدد أو بيقول كلام ملوش لازمة أو عن طريق الفيسبوك فيه تتبعات ومسألات قانونية لكن أنا برجع أقول لحضرتك دلوقتي واحد قاعد فيه روسيا وبيتكلم قاعد فيه ما هو الأصل البني آدم التربية أنت بتقدمي إيه مهما كانت المسألات القانونية مهما كان الوضع القانوني مش هتحلي مش هتقدري إحنا دلوقتي بنعمل تتبع للأرقام التليفونات ونقدر نعمل حتى قصة التليف اللحظية إنها حتى ما خلاص ما فيش شكاوي منها وما بحث الانترنت عاملة دور عظيم وكويس وكل حاجة بس أنا برجع أقول الدور علينا إحنا وعلى البيت وعلى الأسرة وعلى الآهد اللي ربنا يكون فعنا طيب كمان دور وسائل تواصلك معي على الأسرة لأن هي بقيت خلت نوع من الفجوة كده وبقى فيه خرص بقى مش زوجي بس وخرص مع الأولاد وخرص مع كل الناس الطريقة دي اللي إحنا عايزين نتخلص منها يعني زي ما إحنا عارفين المشاهد اللي إحنا عارفينه كله بيدخل مثلا عند الجد أو كله قاعد مع الموبايل وقاعد مع العالم الخاص بتاعه إزاي أحد من الحتة دي شوية والله بصي أنا لاحظت حتى أصبح في صور على السوشيال ميديا إنه كل طفل يعني ماسك إيه الموبايل الأم ماسك الموبايل الأب والطفل بيقى ما عمروش سنة في النص بيبي وما مسك هو الحل برضو بيرجع أقول لي في الأهل إحنا ليه أصلا أنا لما أدخل بيتي أمسك الموبايل طب إحنا حيس ألسؤال هو حضرتك لما بترجع لبيت بتاخلي دي معاك الستوديو نعتب هو ده المبدأ يبقى أنا لما أدخل بيتي خلاص أفصل لنات يا برضو الرولز كلها من البيت بالزبط أفصل النات اللي أنا مش معقول على فكرة على فكرة لإبنك قوعة تمسك ده لا لا أنا حقول لحضرتك ما بتعودش معي وأنت مسك الموبايل أو هي تقدري تقولي كده لبنتك هلعترضوا لا لا يعترضوا مع السلامة ليه بقى لسبب واحد أنا عايزة عيش حياتي مع أولادي على فكرة إحنا نسينا المال والبانون زينة الحياة الدنيا الناس نسيت إن البانون دول نعمة عند ربنا لما أنت قاعدة مع جوزك وابنك اللي هما عمروش سنتين في النص أنا الصورة دي إلى الآن في المخيلتي طب أنت فين متعتك مع ابنك بتلعب ويلعب معاك تجيب ألعاب وتلعب معا في الأرض تجيب تخرج معا وينزلوا النادي بس أنت عايزة تفاهمين إن لما أولادنا يكبر وكده هتقدر يتعملي كنترون عنه ليه ما تروحي معاهم سنة ويتقولي له ما تروحي معاهم سنة أو ما تمسكيش الموبايل ليه ما تقدريش ليه هو مش هيسمع كلامك يبقى مش متربي بقى لأ لازم هيبقى قاعد غزبا عنه يوقف غزبا عنه وتعالي نخرج هيبقى قاعد برضو بغزب نخرج ما وإيه المشكلة عايز يخرج حخرج معاه نشترك له في رياضة هو الشباب هو إيه اللي برضو بيخليه يقعد بلا فائدة إحنا دايما عندنا مفهوم خاطئ فاكرين إنه الحاجة اللي يقدر يعملها الشاب حاجة واحدة إنه والله هنشترك له في رياضات لا طبعا ممكن الشاب ده سواء بنته أو ولد بيحبوا الرسم بيحبوا الغنى بيحبوا العسف بيحبوا البلاي يعني أنت فاهمها قصدي إحنا دايما حطين مبدأ الرياضة هي دين موهبة مفيش تانا لا يا جماعة في مواهب تانية لو إحنا اكتشفنا مواهب الأطفال هم شباب المستقبل حيطلع كل شاب عارف هو بيحب إيه يعني من زمان كنا بنحب إنه نجمع الطوابع نجمع العملات فين ده أنا عندي مثلا في الجامعة الدنيا اختلفت يعني ما نحنا بقى نودي ولادنا هو ها يستغربت لا يستغربني بالعكس ممكن تعجبوا الفكرة وتبقى يحطها بقى على إنترنت ما هو من الزكاء إنه أوظف الحاجة دي يا طب إرسم ونعمل بيج ونزل رسوماتك يمكن حد يجعو جب بيه فهيبتبتدي تحمسين قد إيه ممكن يعني إيجابيات يعني أنا شايفة مثلا مؤتمر الشباب المؤخرا بقى عندنا يعني بشكل رائع ده بقى الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي التواصل ما بيحصل بقى لما بين الشباب دول من مختلف دول العالم وبيتواصل مع بعض هو ده بقى فعلا الاستخدام الإيجابي الثقافي المهم اللي إحنا عايزينه صحيح إزاي بقى نشجع شبابنا على الجزئية دي يكلم شباب من البلاد تانية ويستفيد منه ويشوف ثقافته إيه ويروح عنده وهو ممكن يستضيفه إزاي أنامي الحتة دي عندنا بتبقى عندنا هي دي الطغية على تفكيرنا في وسائل التواصل الاجتماعي بسيطة جدا الموضوعات كلها إحنا الطبع البني آدم يحب يعرف يكتشف فأنتي لما تقدمي له عن طريق الأنترنت العالم مفتوح ما بين يديك بالذات بعد مؤتمرات دولية عظيمة زي دي اللي إحنا منعملها وإحنا صبح يعني أصحاب الريادة فيها والفكرة طب ما دي حاجة جميلة جدا بالعكس إنت تقدر تعمل عملية تبادل ثقافي واجتماعي وحضاري بطريقة مش طبعية إنت لما دلاتي أنا أتعرف على نفس من أفريقيا ومن أسيا ومن أوروبا ومن أمريكا طب ما هم بقوا سفراء لنا هناك بوجودي أنا أكلمهم ويكلموني ويصبح أنا همزة الوصل ما بين الشرق والغرب وأعمل كده لما بقى إنسان بفتخر إن أنا مصري وبعتز بلدي وبشوف قد إيه فيها التطوير والإنماء والإعمار أنا أبقى فخورة بيها بالعكس ده كفاية إن أنا عندي تلت أثار العالم يعني عندي ده في حاجات أنا لو اتكلمنا فيها مش هنخلصها وعندي نهر الميل وعندي وعندي كفاية الغرداء شرم الشيخ كل الكلام ده يعني ممكن أستخدم وسائل تواصل الاجتماعي بقى للترويج بالزبزب بالزيح يعني وده اللي أحيانا بلاقيه أحيان بس مش كتير الحقيقة ما إحنا ما بنعملوهش عشان بقول لحضرتك لو كل واحد من الشباب بتوعنا بقى أقوله إيه ده إنتي عارفة ترى الترباع الشباب لحيز حبوا قوي التصوير أنا بصور فظيع هاي يا جماعة وكل أوضاعهم ياريت بقى نصور بقى اللي حوالينا مش هيقولك لا الشباب جميل جدا بس مش لاقي مين اللي يقوله يعني ده داتي جزي يعني برضو الأب والأم ولا ممكن يعني عن طريق مؤتمر مثلا الشباب ده نبتدي نوعي بالزبط يحصل زي إيه زي مثلا أنا دلوقتي في المؤتمر ده أعملت علاقات جميلة أبتدي بقى أعمل سلسلة بعدي أكمل المشوار وحملات توعية بقى في المحافظات وفي المدر يعني إيه المشكلة لما دلوقتي في كل محافظة وحتى في كل حي أنا مش خسرها من حاجة أقول والله أنا عايزة أعمل أحلى صورة لحي مدينة مصر مصر أي حول يقولك أتبتدي تلاقي الشباب أبتدي أنا الأحياء المحافظات فبالتالي الدائرة الصغيرة دي حتكبر هيبقى عنديك كمية صور إحنا كوزارات بقى معنية بقى السياحة مثلا حتبتدي تلفط نظرها الكلام ده وابتدي بقى أعمله على مستوى إيه المصر أو القاهرة أحلى صورة القاهرة المحافظات كلها وابتدي أجمع ونفسك تخيلي بقى لو عملنا ويب سايد محترم واتكلمنا فيه على الحوار ده مش عايزين بقى كلام لأن إحنا اتفقنا إن الناس ما بقاش عندها استعداد تسمعك كتير هي عايزة تشوف الصورة صحيح اللي هي بتعبر عنا الموضوع بتاعك إنتي كل اللي حتعملي هتحط ميوزيك لطيفة وإحنا منصور إيه إيه المكان ده وبالتاريخ وعشان إحنا صورنا كتير عشان إحنا ما شوالله ميت مليون وأكتر إحنا نقدر نعمل أب ديت للموقع ده بشكل كل يومين فبالتالي الناس مش هتمل منه وحتحاول تتابعك وخدي بقى أبليكيشن تقداري تعمليها خلفيات تبيعية يعني دلوقتي أعمل أبليكيشن ده كده إحنا بنعمل دلوقتي يعني مع بعض كده إحنا عملنا استخدام بقى بزبط كويس جدا للترويج السياحي ولو الشباب بالزبط ولو الشباب ممكن يعملوا فعلا ممكن نعمل حاجة تانية يعني ندي بقى المعلومات الصحيحة يعني مش كل حد يطلع يتكلم عن الصحة لا لا أكيد أي حد يقول وإحنا في جقاح الكورونا مش عارفة إيه ده يعمل إيه أي حد يطلع مصني يتكلم عن الجمال يعني حطي إيه مع إيه عشان بشرتك تبقى عاملة زي ده أصبح لا لا شعر وتطوير الشعر بالزبط يعني ده حاجة أقولكيش والكلاجين اللي معرفش من زيت إيه بالزبط مع أنه الكولاجين بالذات للستات لازم يتاخد في البقى استحالة على البشرة البشرة بيزيدت من الترطيب المعلومات دي ما هو ما شاء الله فيه داكاترا برضو ليهم أنا بس حس أنه الجانب ده شوي نوعا ما متغطي يعني فيه فيه الداكاترا وفيه اللي هما بيعودوا لك الوصفات يعني فيه شوي التوازن بس إحنا طبعا خوفنا على المشاهد ليه أنت تخافي حد يتضر القصص دي محتاجة تعمل لها كنترول لأنه ليه مسألة حساسة كنترول ده يجي من فيه يعني كل وزارة طبع مثلا لو وزارة الصحة نتكلم عن حاجة خاصة بالصحة لازم هو يبقى عنده الكنترول على الجزئيات دي السياحة نحن قلنا كده الابديت للموحى السياحي الترويج السياحي ويبقى عمنا على الكنترول مع نفس الفكرة ممكن نطبقها على القصة دي أولا عندك الأطفال النساء والولادة التجميل وهكذا فكل التخصص لو إحنا بقى قلنا بقى لشبابنا إحنا عندنا ما شاء الله كمية داكاترة حلوة وجميلة لو إنت بقى مش لاقي فرصتك طب ما إحنا نبتدي نتكلم بعد ما ياخد الترخيص الصحيحة والسليمة يطلع البيتش بتاعته ويبتدي يتكلم بشكل علمي ونبتدي نقول والله دول أحسن ناس كدكاترة على مستوى مثلا القاهرة بيتكلموا في واحد في اثنين وثلاثة ونبتدي نعمله الموقع في وزارة الصحة معتمد ويتكلموا به مع الشباب الموقع دا مش لنا إحنا دا حيبقى المنطقة العربية يعني إحنا في مصر أصعب ريادة في مجالات كتيرة فبالتالي لما بتلاقي إن كنت بتخدميهم في القصص دي هتبقى حاجة جميلة يعني فيه برامج كتير أنا بلاحظ بذات في حتة التجميلية إنه قبل وبعد إنه هي البند كانت إيه قبله ودلوقتي يبتدوا يعملوا لأولاد أولاد مش البناته بس إنه والله دا مدى من بطنه وده مدى من شعره وده مش عارفة إيه فبتدي قبل وبعد فدي حاجة كويسة مش حاجة وحشة بتخلي إنه الإنسان تبقى عنده زيادة في الثقة بالنفس يعني عشان أنا عايز أخدها من ناحية الإيجابية صحيح مش إن أنا صحيح لا دا ربنا ما قالش نغير هي مسألة علاجية وتلت ربع الناس اللي عندها أنا ما أشك إنه في حد يعني بيبقى راضي عن نفسه التوتري مية في المية تبقى في حتة أب الظبط حتة من هنا مش عاجب بقى حتة وقف كده لكن قد إيه إنت بقى متصلحة مع نفسك هي دي اللي تفرق دي بقى حتة نفسية هي حتة نفسية فمحتاج إينا بقى دا كتر نفسيين نفسيين بزرق فالموضوع نفسية أنت عارفة حضرتك حتى إحنا في استخدامنا للصور السياحية أو الحقيقة ممكن نستعين بالدكاترة النفسيين بيقدرون لنا أي صورة أحسن وأي صورة معبرة ده في تقدير الشخصي أو أي صورة ممكن يتفاعل معها الناس أكتر يعني أنا قصدي المجالات تخدم على بعض لخدمة المواقع ده هيعمل طفرة الدين ده كتير قوي بقى يعني أي حد يطلع يقول فاتوى كده مع نفسه ويقول أي حاجة ويجبتها من حتة من القرآن كده زي أنا لسه من بارح شايفة حتة من القرآن حطتها كده وبرحتها ده برضو مش أي حد يطلع يتكلم يعني فين شيخنا هما لتكلم لازم بقى عامل يعني كنترول مش أي حد أطلع أتكلم يعني أنا أنا إعلامية إيه اللي هيخلينا أتكلم في دين مثلا ما ينفع يعني عايز أقول إن فيه لكل حد مجاله اللي هو يتكلم فيه ما ينفعش أطلع وأسيب وأحكي وأقول براحة اللي أنا أعلم عشان إعلام وعارفة إنه إحنا متربيين على مواصيق الشرف الإعلامية بس إحنا بقلنا سنين نتكلم عنها وطبعا ما فيش أي الزام لأي حد إنه يشتغل بيها ومع وجود السوشيال ميديا خلاص انتهى يعني في الأول كان التلفزيون فأنتي بتحاول تلجي من قصة وهي يا جماعة ما ينفعش ولازم ولازم يعني مثلا أبسط حاجة إحنا الدواتي ما بتكلمش عن زو الإحتياجات الخاصة لأ ولوين لأ إحنا مؤخرا بقنا بتكلم بشكل كبير جدا لأ مش قصدي يعني في حوارنا ده يعني لأ ده تغطية كاملة تغطية غير طبعية أنا ما عنديش مشكلة واحتمال كبير جدا مش هتنوهش قبل كده بصراح عن إيه بقى عن تقديم المحتوى ليهم في ظل السوشيال ميديا بقى أسهل خطي أنا هدى قصدي يعني بقى أحسن ليهم وأفضل أنا ما عنديش شك خالص إنه إحنا السياسة وسياة الرئيس بالعكس دايما على طول بنوه والمؤتمرات الأخيرة كان على طول فيها زوائل الإحتياجات الخاصة وبالعكس هم حسوا إنه وفي حاجة تغيرت والدنيا اختلفت عن الأول أنا بأتكلم إنه بالعكس إنه السوشيال ميديا بتساعد زوائل الإحتياجات الخاصة طبعا أسهل بالزبط فهذا كان أفضل في الجملة فده بقت من الإيجابيات بالزبط هي دي اللي أنا عاكد تعالي ده من الحاجات الكويسة فده حاجة حلوة بخلي ما تواصله ببقاش في معاوقات يقدر يتكلم يقدر يقول لكن نرجع بقى حكاية الأزهر والدين والمواصيخ الشرف أنا ليه كنت جبت حكاية زوائل الإحتياجات إحنا كان دايما بندعو من ضن المواصيخ إنه يبقى في محتوى بيتقدم بيلزم بيلزم القنوات دي إنه تحط حاجات خاصة بهم فده من الحاجات الإيجابية بقى لسوشا ميديا هو ده اللي أنا نورتين يا دكتور شكرا بشكر طبعا النهاردة الدكتورة مايا أحمد قال الأستاذ المساعد بكلية أعلام شكرا لك يعني قد إيه فعلا أستاذ التواصل الاجتماعي على قد ما هي مهمة جدا وشبابنا معتمد عليها بشكل كبير جدا لكن لازم يبقى إحنا كده اتدفع من جونا نشوف إيه ومنشوفش إيه ننطقي ونتعلم إزاي ننطقي إن شاء الله بكرة صباح جديد ومجموعة عمل جديدة مع برنامجكم بنصبح عليك